كما رشح ترامب حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي وهو منصب محوري يرتبط مباشرة بسياسات الهجرة المتشددة للجمهوريين ترامب أوضح أن كريستي قوية جدا فيما يتعلق بأمن الحدود هذا ورشح الرئيسة الأمريكية المتخب بيت هيكسيث الضابط السابق في الحرس الوطني الأمريكي ومقدم البرامج في شبكة فوكس نيوز لمنصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة مضيفا أنه بوجود بيت على رأس القيادة سيكون أعداء أمريكا قد أنظروا وستكون القوات العسكرية الأمريكية عظيمة مجددا على حد تعبير الرئيس الجمهوري